نحن ردينا قبرة كبيرة في المناقشة مع كافة الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط لا يمكنني التحدث هنا فقط عن الجهد المبذولة طوال الفترة الماضية ولكن في الواقع أننا إذا ما ركزنا على المفاوضات الماضية سنجد أن كافة المفاوضات التي دخلت فيها الولايات المتحدة قد نجحت لذا أولا سأقول ثلاثة أشياء سوف نعمل على قدم وصاق مع الأطراف الفاعلة والوسطاء في المنطقة من أجل بلوغ وقف إطلاق النار وإطلاق سراحة الأسرة ثانيا يجب علينا أن نركز على المستقبل للشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي وكيفية التعايش مع بعضهم البعض وأن يكون هناك أمان وأمن وسلام في المستقبل ويطول أمد السلام بينهم البعض وأيضا أن ننقذ العائلات الفلسطينية في غزة وهنا أفكر بالنيابة عن الأباء الذين فقدوا أطفالهم في هذه الحرب ولكن في الوقت ذاته أيضا أفكر في الأباء الإسرائيليين لذا نحن نتعامل مع وضع إنساني مذري الآن والآن هناك الكثير من العوائق ولكن نحن نعمل على سد جميع الفجوات لأن حياة المدنيين في نهاية المطاف نحن نتحدث عن حياة أطفال ومدنيين أبرياء لذا نأمل أن نصل في الأيام المقبلة إلى نهاية لهذه المفاوضات وأن يتم قبول المقترحة النهائي وبالإجابة على سؤالك إذا ما كان قادت كلا الجانبين يريدون هذه الوقف أم لا هذا هو الوقت الذي يتعين علينا أن يكون لدينا وقف من أجل أن نثمن على أهمية الوصول إلى قرار يضمن ويكفل لكلا الشعبين الأمن والأمان هذا يعني أن هذا القرار لا يمكن أن يقوم به كلا الطرفين مجتمعين نحن نأمل في الفترة القادمة أن نصل إلى التوافق ما بين الطرفين وأن نمضي قدما في هذه الاتفاق شكرا لكم على هذا التصفيق لأنه ما تفضل وقاله مهم للغاية نحن نحاول قدر الإمكان أن نركز على الجانب الإنساني لهذه الأزمة وأن نركز ونستمر في المساعي الدبلوماسية ونحن كنا سرحاء للغاية أنه من دون وقف إطلاق النار ومن دون إطلاق الصراحة الرهائن سوف نستمر في هذه الحلقة الضعيفة الموجودة في الشرق الأوسط نحن قد تصفحنا الكثير من الأماكن في هذه المنطقة ووجدنا أن هناك الكثير من الجبهات المنخرطة في هذه الحرب لذا نحن نريد أن ننبذ كافة أوجه الصراع وأوجه المخاطر في الشرق الأوسط كما تعلمون أن في المفاوضات يجب أن نضغط على كلا الطرفين وأن يكون هناك حزمة من المحفظات وأن نجبرهم في مرحلة من المراحل لبلوغ وقف إطلاق النار هل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يريدون أن يضعوا ضغط من أجل بلوغ وقف إطلاق النار تفضل بالبداية أعتقد أننا يتعين علينا أن نقوم بهذا مع بعضنا البعض ومع الصانعي القرارات في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا الرئيس بنفسه منوط بهذه الاتفاقية ويركز ويضعها على قائمة أولوياته وأيضا مع الأطراف المعنية المصريون وغيرهم أي شخص لديه أي قدرة أو أي ضغط أو نفوذ للضغط على الطرفين يجب عليها أن يتدخل في هذه المرحلة من أجل أن نصل إلى وقف إطلاق النار الإنساني من أجل إنقاذ غزة من الوضع المذري ما هي قدرات حماس؟ هل تم تدمير قدرات حماس الآن؟ ما هو تقييمك لقدرات حماس؟ هل تم تفكيك قوات حماس؟ أعتقد أنه خلال الأحدى عشر شهر الماضية قد بدأت حماس بهجمة في السابع من أكتوبر قد قتلوا على إثرها مئات الأبرياء وأعتقد أن ما نجح به الجيش الإسرائيلي هو أن يقومون بتفكيك قوة حماس ولكن المشكلة ليست تكمن في تفكيك حماس ولكن أيضا في تفكيك أي جماعة إرهابية التي من شأنها أن تستغل المدنيين والبنية التحتية من أجل بلوغ أهدافها من وجهة نظري أن المساعة الدبلوماسية هي الأفضل ولهذا يجب علينا أن نركز أيضا في الأمل في اليوم التالي ما بعد الحرب ليس فقط لغزة ولكن للفلسطينيين بأكملهم وأن يكون هناك حل شامل من أجل التعايش وإمرار حل الدولتين كما قال ريتشارد هو الهدف الأسمى لنا من أجل أن يكون هناك تعايش لكل الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي أن يحيوا حياتنا تتسم بالأمن والأمان والسلام وأن نعطيهم أمل ريتشارد أريد أن أسألك عن تقييمك عن النواية الخاصة بإيران هل تعتقد أن إيران لها علاقة أو ستكون بثار في قضية مقتل أو اغتيال إسماعيل هنية؟ أعتقد أننا يجب أن نركز على أن الجانب الإيراني سيستمر في اللعب في هذه المنطقة أعتقد أن إيران هي المسؤولة بشأن زعزعة الأمن والأمان وتفكيك السلام والاستقرار في هذه المنطقة وهم ينصقون مع حماس وحزب الله وغيرهم وأيضا ينصقون مع الحوثيين في تدمير السفن الدولية في البحر الأحمر هم يركزون على تفكيك هذه الدولة نحن الآن نتعامل مع دولة تستمر في مساعيها من أجل زعزعة الاستقرار في المنطقة لذا سوف نركز كل دولتين ستركز قدر المستطاع في إخماد هذا التصعيد دائما ما نتحدث عن المخاوف من التصعيدات وبلوغ حرب إقليمية وما دال هناك خطر لبلوغ هذا لذا هل تعتقدون أن هناك أي نواية خفية من دول أخرى أو من أطراف ثالثة من وجهة نظري لدي مخاوف كثيرة أن يكون هناك حرب إقليمية وأنصق مع الاستخبارات الإسرائيلية بدوري من أجل أن لا يتم تصعيد هذا النزاع ولهذا نحن نركز على أهمية وقف إطلاق النار في غزة ونركز على كافة الاحتمالات حتى ما بعد بلوغ وقف إطلاق النار من أجل أن يكون هناك تطبيع في العلاقات وقد شهدنا في الفترة الماضية تطبيع العلاقات مع المملكة السعودية وإسرائيل من أجل أن لا نترك المجال لإيران لبلوغ أهدافها تعلمون أن الشرق الأوسط هو مكان الآن مكبد بالعناء وهناك الكثير من الجبهات التي تتصارع لذا نحن ننسق مع أصدقائنا في المجتمع العربي ومع إسرائيل من أجل أن يكون هناك أي تصعيدات ولهذا نحن نركز على بلوغ وقف إطلاق النار فببلوغ وقف إطلاق النار في غزة سوف يكون لدينا الفرصة من أجل أن ننسق أيضا الجبهة ما بين إسرائيل واللبنان وأيضا تنسيق الأوضاع وإخماد التصعيدات الموجودة في البحر الأحمر هذا هو هذه هي نقطة البداية هناك شيء بالغ الأهمية وأعتقد أنه أكبر مشكلة لدى كلا الطرفين هنا هو الصين لأن الصين تمثل تحدي كبير وأيضا تمثل الكثير من الضغوط في هذه المنطقة لذا أول سؤالي بشأن الصين هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون هناك مساعي دبلوماسية فعالة مع الصين أم لا أعتقد أن الإدارة تركز الآن في هذه المنطقة عن الثورة التكنولوجية ونحن الآن ما زال هناك تنافس